السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بالحصة الخامسة من حصص التأسيس بدو مر عليكم بالفصل اول السنة القادمة موضوع طويل طويل جدا اتذكركم برؤوس اقلام عنه اسمه هذا الموضوع الزخم اسمه الزخم ايش الزخم الخطي او فينا سموها كمية التحرك الزخم او كمية التحرك ما هو الزخم الزخم هو كمية فيزيائية كمية فيزيائية متجهة لاحظوا الشغل والطاقة مش متجهات المتجهة نذكر متجهة المش متجهة نذكرش الشغل ليس له اتجاه الطاقة ليس لها كمية يعني كمية تحدد بالمقدار وليس لها ايش اتجاه الزخم هو كمية فيزيائية متجهة وتساوي وتساوي ايش حاصل ضرب الكتلة الكتلة ام في ايش يا اخوان في السرعة في السرعة في وتساوي ايش وتساوي بي هاي هي الزخم يرمز ذهب الرمز بي او اي رمز اخر يعني ننتزم فيه حيث حيث ايش حيث الزخم ما بدي حطوا اشارات متجهة ودنيا وكذا لا انا بات بشكل عام يساوي ام في ايش يساوي ام في بس يعني اي جسم له كتلة وله سرعة الو كميتين مؤكدتين ميبع لش هم الو زخم و الو طاقة حركية الو زخم اي جسم له زخم له طاقة حركية اي جسم له طاقة حركية له زخم صح لا حلا انه الزخم ساوي ام في والطاقة الحركية نص ام في سكوير تربيع وحدة الزخم الزخم الكتلة وحدتها كيلو جرام والسرعة متر لكل ايش ثاني اذا يقاس الزخم بوحدة اسمها كيلو جرام متر لكل ثانية ما لهاش اسم ما لهاش اسم ابدا نهائيا سؤال اي جسم طلعها شوف يا معلم شوف بتحكي هون ملاحظة اهمة وخطيرة يابا بجوز هاي السنة الجاي تكون مخفية ملاحظة اي جسم هذا الموضوع عندكم السنة الجاي هاي مادة الفين وخمسة هاي مادة فيزا وشتأسية صارت بس وعدكم ان اعطيكم ايش من المادة بس رؤوس اقلم اي جسم له كتلة اي جسم له كتلة وله سرعة وله سرعة ايش في يمتلك ايش يمتلك يمتلك طاقة حركية اجباري غصبط عنه وعنك يمتلك طاقة حركية كائنتك انرجي ويمتلك غصبط عنه وعنك ايش ويمتلك زخم ويمتلك ايش زخم اذا ما العلاقة ما العلاقة بين الزخم وطاقة الحركة وطاقة ايش الحركة هاي علاقة يعني خطيرة ومهمة توقع الكتاب ما يذكر السنة الجاي لكن ممكن يكون عليها سؤال لحركة سنتجا ايش العلاقة بين الزخم والطاقة الحركية بدي اعطيكم هيك طالب ذكي وشاطر ومفكر اعطيكم لما انت مش راح اقطع على هون لما توصل عند هذا السؤال خلاص دير وجهك عن الفيديو ووقف الفيديو وحاول اوجد العلاقة لحركة بالله عليكم لما توصل عند هاي الملاحظة اقرأ الملاحظة لو اياكم مع سوا لما توصلها اي جسم له كتل ام وله سرعة فيه يمتلك طاقة حركية كائناتك ويمتلك زخم ايضا اذا معناته في علاقة بين الزخم وبين مين وبين الطاقة الحركية لما توصل هون وقف الفيديو فورا وجيب ورقة وكلم وحاول اوجد العلاقة لحركة اما انا عليكم انكم بتسوها الحركة واعتبرها وظيفة ما تتطلع عن حل حاول اعطي لحالك كمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة وحاول توجد ما العلاقة بين الطاقة الحركية وبين الزخم وبعدين تتفرج عن حل الطاقة الحركية طلعوا الطاقة الحركية كائناتك انرجي ساوي نص م في تربية هاي بقدر اكتبها كمان مرة الطاقة الحركية ساوي M V تربيع على اثنين نفسها هاي نفسها كمان مرة الطاقة الحركية يساوي M تربيع V تربيع على اثنين M عالا فيش وعملت هون ضربت البص بم والمقام بم اختصر هاي مع التربيات ترجع زي ما كانت طب هاي عبارة عن ايش كمّل هون كمّل هون ولا خلنكمل تحت خلص ساعة كمّل تحت انا بخيل على الصفحات اعرف شو رايكم كمان مرة الكاينتك انرجي يساوي هاي عبارة عن ايش عبارة عن M V الكل تربيع على 2M معناته الكاينتك انرجي كمان مرة يساوي B تربيع هاي M V ما هي B زخم على اثنين M على ايش على اثنين M اضربول اياها ضرب تبادلي بطلع ال B تربيع يساوي اثنين M في الكاينتك انرجي اثنين M كاينتك انرجي معناته الزخم يساوي الجذر التربيعي لت M كاينتك انرجي هاي العلاقة بين مين ومين هاي العلاقة بين الزخم الخطي وبين الطاقة الحركية ممكن نجيب لك سؤال السنة الجاي ما بتعرف كلك اثبت ان الزخم يساوي الجذر التربيعي لا اثنين في الكتلة في الطاقة ايش في الطاقة الحركية هذا هو الجواب ما مصعبة ارجعوا اشتغلوها لحالكم كمان مرة وشوف الوضع نشوف شوية امثلة على السريع مثال اي عندهم مثال سيارة كتلتها ساوي الف كيلو جرام الف كيلو جرام ماشي ساكنة 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 يعني سرعتها كم سفر اثرت عليها قوة اثرت عليها قوة افقية مقدارها كم اثرت عليها قوة افقية مقدارها اربع تلاف انيوتن اربع تلاف ايش انيوتن احسب زخم السيارة الخطي بعد ثلاثة ثانية بعد ثلاث ثوانية بدت زخم السيارة الخطي بعد ثلاث ثوانية عم على راسي الزخم يساوي ام في كتلة سيارة الف في في مجهولة اي معادل رقم واحد راح ادور عفي السيارة تعرضت لقوة القوة بتكسبها تسارع خذنا قانون سيجما اف يساوي ام اي صح ولا لا سيجما اف كم تساوي فيش غيرها اربع تلاف نيوتن كتلة سيارة الف في تسارع السيارة مش معروف اذا التسارع يساوي اربع تلاف على ايش على الف ويساوي اربع متر بير سكند سكوير اي تسارع اي تسارع طب انا ما بدي بدي السرعة بدي سرعة السيارة خذنا قانون السرعة يقول في تو ساوي في وان زائد اي تي في تو بذكركم هاي صفر السيارة ساكنة زائد اي تساوي كم اربعة ضرب الزمن ثلاثة اذا سرعة السيارة صارت اتناعشر متر لكل ايش لكل انا ما بدي السرعة بدي الزخم تبع السيارة باجي بقول له زخم السيارة يساوي ام في كتلة السيارة الف الف ضرب اتناش ويساوي اتناعشر الف اتناعشر الف ايش راح تنسنت الوحدة من هون بتخذها كيلو جرام علما علمتكم عليها السرعة متر لكل ايش لكل ايه زخم مين زخم السيارة طب ناخذ كمان مثال ناخذ كمان مثال ايش المثال اهي كمان مثال المثال يقول كرة كتلتها 2 كيلو جرام كرة كتلتها ساوي 2 كيلو جرام تتحرك تتحرك غربا تتحرك ايش غربا بطاقة حركية بطاقة حركية مقدارها كم مقدارها 16 جول طاقة حركية مقدارها 16 جول احسب زخمها احسب زخمها طبعا دي بالكم ارجع المثال الماضي يعني لو كلكم ان السيارة هون السيارة سيارة كتلتها ساكن اثرت علي يقوم مقدارها شاف علي وقال لي السيارة تحركت شرقا مثلا اه قال لي على سبيل المثال ان السيارة تحركت شرقا تحركت شرقا بيكون الزخم ايضا اتجاهه شرقا بيكون الزخم اتجاهه ايش اتجاهه شرقا دير بالكم لان الزخم كمية ما لا متجهه واتجاهه باتجاه الصنعة يعني الجسم رايح شرق بيكون الزخم شرق الجسم رايح غرب الزخم بيكون غرب وهكذا شوف هذا المثال كيف نحله انا ابدأ حله بطريقة واعطيكم فرصة تحله بطريقة اخرى انا اعطيتكم قانون جاهز قبل شوي ما اعطيني هون الطاقة الحركية عندي قانون يقول الزخم يساوي الجذر التربيع لايش لاثنين في ام في الطاقة الحركية واحب بكل هذا القانون اه قانون ويساوي جذر اثنين ضرب اثنين ضرب الطاقة الحركية ستاش ويساوي جذر الاربعة وستين جذر الاربعة وستين يا استاذ ناين ويساوي جذر الاربعة وستين جذر ستين اربعة وستين ويساوي ثمانية كيلو جرام متر لكل ليش سكن ايضا تتحرق غربا هذا يكون غربا بدي اخلي لكم هذا السؤال وظيفة بس دحل طبعا حاول لما توصل هون سكر الفيديو وجرب لي طريقة اخرى جرب طريقة اخرى اماني معكم ما تتطلع الحل امسك الورقة والقلم وجرب كمان طريقة خذ اعطي حالك عشر دقائق ربع ساعة وبعدين نشوف من الحل معاك وطريقة اخرى ولا ما هي الطريقة الاخرى الطريقة الاخرى باكتب له بي الزخم ساوي ام في الكتلة اثنين وفي مجهولة ادور على في معاي الكائنتك انرجي ساوي نص ام في سكويرد هاي ستاش يساوي نص ضرب الكتلة اثنين ضرب في تربيع معنات اثنين مع اثنين بتروح بظل في تربيع يساوي كم ستاش اذا في يساوي اربعة اربعة متر لكل ثانية وارجع هون عوض طال كيف ب يساوي ايش ساوي ام في ويساوي ام اثنين ضرب اربعة ويساوي ثمانية كيلو جرام في متر لكل حاولوا كل واحد فيكم ايش والواحد فيكم انه ما تطلعوش على حال قلت لكم شوفوا الوضع اعطيني اشكرك يا ام لما قل لكم انا واقف الفيديو وحل حالك بتوقف الفيديو وبتحل حالك وكلنا على الله هذا بالنسبة ل ايش هذا بالنسبة ل كمية فيزيائية اسمها ايش اخوان اسمها الزخم بدنا نيجي لاشي اسمه الدفع نيجي الان لاشي اسمه ايش الدفع الدفع لما تخرب سيارة يلا يا شباب ادفع يا شباب ادفع يا شباب ادفع يا شباب بتدفعها بتمشي هالسيارة يعني الدفع قوة تؤثر على جسم وقول لك ادفع السيارة تحط على هالسيارة بس يتدفع شمعكول تسوي هيك وترفعي دك صحيح بدك تأثر بقوة لفترة زمنية هاي القوة لفترة زمنية معينة بنسميها دفع مش هيك يلا لا قوة ادفع السيارة اوكي شايف علي دفعناها يعني اثرت القوة لفترة زمنية معينة تأثير القوة على جسم لفترة زمنية معينة بسموا دفع اذن ما هو الدفع الدفع هو كمية فيزيائية برضو متجهة زي الزخم وتساوي ايش وتساوي حاصل ضرب القوة المؤثرة اللي هي ايش اليف في زمن تأثيرها واذا بدكم عبارة صحيحة حاصل ضرب متوسط خنقول لانه اثناء الدفع ممكن واحد يتعب ايه تخلف قوة الدنيا متوصل قوة المؤثرة افي زمن تأثيرها اللي هو ايش تي ويرمز للدفع ويرمز للدفع بالرمز ايش بالرمز اي برمزوله بالرمز ايش اي او اي رمز اخر نتفق عليه فيما بعد في الكتاب الجديد حيث حيث اي الدفع يساوي فتي يساوي حاصل ضرب القوة المؤثرة في ايش القوة المؤثرة في زمن تأثيرها حاصل ضرب القوة المؤثرة في زمن ايش في زمن تأثيرها طيب وحدة الدفع ايش هي اخوان وحدة الدفع ساوي هاي وحدتها نيوتن ضرب ثانية اشوفكم شاطرين النيوتن خدناه قبل شوي عبارة عن ايش عبارة عن كيلو جرام متر على ثانية تربية في ايش مضروب في ثانية ثانية مع التربية شو بروح بطلع كيلو جرام في متر لكل ايش ثانية طب هاي نفس وحدة الزخم هاي نفس ايش همعلم نفس وحدة الزخم يعني لاحظوا وحدة الدفع نفس وحدة الزخم وفعلا لو ندفع بيسوي زخم دفع بيحرك الجسم صلوا زخم نفس وحدة دلالة على ايش هذا الكلام دلالة على ان هناك هناك ايش هناك علاقة بين الدفع ايش كمان والزخم طالما لهم نفس الوحدة معناته في بينهم علاقة والعلاقة علاقة مسوى والعلاقة علاقة ايش علاقة مسوى والعلاقة بينهما علاقة مسوى لو قلتلك اثرت قوة على جسم كتلته تساوي ايش اربعة كيلو جرام وتحرك يلا بتسارع ويتحرك بتسارع مقدار خمس متر لكل ثاني تربية اذا اثرت القوة اذا اثرت القوة لفترة لفترة ايش زمنية مقدارها عشرين ثانية عشرين ايش ثانية احسب دفع القوة للجسم احسب دفع القوة لمن للجسم الدفع يساوي اف في ايش مضروبة في تي طب عمي اف خذانا قانون اف اخذنا قانون ام اي صح ولا لا في تي ولا انسناها الان الكتلة كم مقدار هنسيت انا والله على جسم كتلة اربعة كيلو جرام وتحرك بتسارع مقدار كم خمس اربعة ضرب خمس ضرب لزمن كم مقداره عشرين ثانية اظن ويساوي اربعمية اربعمية ايش اربعمية يابت كل نيوتن في سكند يابت كل ايش يابت كل كيلو جرام متر على ثانية اللي هي نفس وحدة ايش نفس وحدة الزخم طب سؤال وظيفة لما توصل هون سكر الفيديو وقفه وحل السؤال هاي علاقة بيانية من ايش ويش بين الزمن بالثانية وبين القوة بيش بالنيوتن واعطيتك هون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بكفي واعطيتكم هون بهذا الشكل هيك هاي مستطيل هذا ايش مستطيل وهاي من هون مثلا عشرة وهاي عشرين وهاي ثلاثين وهاي اربعين بتلك اعتمد على الشكل واحسب الدفع واحسب ايش الدفع خي يا سلام مش راح لكم يار انتو لحالكم احسبوا الدفع احسبوا ايش احسبوا الدفع منكم لحالكم معانا رسم بياني بس طلعوا على المحاور شو هم هون زمن وهون نيوتن وشوفوا كيف بنحل هذا السؤال يعني ضروري جدا كل واحد فيكم يحله ويطلع لي كمان بايش يطلع لي بنتيجة معينة يطلع بنتيجة معينة طيب طبعا القوة في الزمن هاي يعني هاي الزمن وهاي القوة بدرب القوة في الزمن ويطلع الدفع بس حلو لحالك شان تعرف تشتغل ما العلاقة بين الدفع والزمن والزخم العلاقة بين ايه زي ما خدنا علاقة بين الطاقة الحركية والزخم العلاقة بين الزخم ايش كمان والدفع شوفوا يا اخوان العلاقة ما الطفها وما اجملها عنده هون جسم هذا جسم كتلة M وصرعة V1 ماشي أو واقف أو إلى آخر هذا قبل الدفع هذا قبل إيش قبل الدفع تعرض الجسم لدفع تعرض الجسم لدفع طبعا الجسم ماشي هيك تعرض الجسم لدفع بنفس اتجاهه أو عكس اتجاه الحركة اللي هو يعني أنا ماشي هيك تعرضت لدفع من الخلف بزيد سرعتي إذا أنا ماشي هيك وتعرضت لدفع هيك تقل سرعتي المهم الجسم بعد ما يتعرض لدفع أبدا تعرض لدفع كم مقداره مقداره يساوي آسف تعرض الجسم لدفع دعني أضبط كلمة هاي تعرض الجسم لدفع يساوي أي فالجسم فورا بعد ما يتعرض لدفع كتلته ما تغيرت صارت سرعة إيش بيدي هذا بعد الدفع هذا بعد إيش الدفع معاكم خبر أن الدفع في هذه الحالة يساوي لاحظوا هون MV1 قبل يعني افرضوا هاي خمسة و هاي خمسة خمسة عشرين بعد ما اتعرض لدفع هاي خمسة بس لكن تظلش هاي خمسة مستحيل سير أكبر أو أقل حسب الدفع إذا الدفع بنفس الاتجاه تزداد السرعة إذا الدفع بالتجاه معاكس ما لا تقل السرعة علاقة مهم جدا هاي العلاقة تقول أن الدفع الذي تعرض له الجسم يساوي التغير في الزخم يساوي التغير في إيش التغير التغير في الزخم يعني الدفع ما هو أصلا لو لا الدفع ما تغير السرعة و ما تغيرش الزخم يساوي B2 ناقص B1 أرجع كمان مرة هون أرجع كمان مرة اسمعه بدي أشيل كل شيء ونظم آه بدي أنظم أحسن لأنه أنا مش منظم أنا زلمة لست منظما على الوح بدي أنظمها مش غلط فكت بدي أنظمها تنظيم بس آه بسم الله هاي عنده هون جسم هذا جسم كتلة M وسرعته V1 سرعته إيش V1 V1 لما الطيادة تقلع مساعد الطيار بكل الطيار V1 أو روتيت بكلع شاء الله أصيره طياري هذا إله دفع هذا الجسم إله دفع كم مقداره مقداره MV1 هذا البوكس للجسم قبل الدفع شفتوا كيف رتبنا قبل إيش قبل الدفع تعرض الجسم لدفع تعرض الجسم ليش يا أخوان لدفع تعرض الجسم لدفع كم مقداره I و I يساوي F T بعد ما يتعرض الجسم لدفع كتلته ظلها زي ما هي I كتلته M لكن سرعته لا يمكن تظلها زي ما هي هل لا قلت لكم إذا أنا ماشي هيك واتعرضت لدفع بزيد سرعة بها أما أنا ماشي هيك وتعرضت لدفع بالعكس سرعة ما لا تقل تتغير السرعة صارت سرعته V2 صارت سرعته V2 كم بصير زخمه ساوي M V2 هذا بعد الدفع بعد الدفع معاكم خبر أن التغير الذي حصل في الدفع في الزخم التغير الذي حصل وين حصل في الزخم كان بسبب إيش كان بسبب الدفع يعني منقدر نقول I اللي هو الدفع يساوي دلتا B ويساوي B 2 ناقص B 1 ويساوي M V2 ناقص M V1 ناقص M V1 لأنا لما أعطيتكم حص التأسيس الأولى قلت لكم هاي سخيفة وعارفين همثلث قائم الزاوي ساين وكساين وتاين ودنيو تبقى شوي شوي تبدأ المادة تبسع توسع طرى اللي بتطلع هذول فيديوهات وبغض فكرة عامة بإذن الله يعني تكون الطريق أمامك معبدة لهذا الكلام نأخذ مثال نأخذ المثال التالي نأخذ هنا مثال اسمعوا المثال ماذا يقول هاي عنده هون مثال دائما الجسم إذا تعرض لدفع يتغير زخم وليش يا أخواني الدفع بغير السرعة هاي مفهوم أي واحد في الشارع يعرفه ادفع السيارة يعني غير سلعتها ادفع الطاول يعني سوي لها سرعة ادفع حاضر الولد خليله سرعة صحواني لا فأي جسم يتعرض لدفع تتغير سرعته إما زيادة وأما نقصان حسب اتجاه الدفع لأن الدفع كميما لا متجها يا بزيد السرعة يا بقليلة وبالتالي يغير الزخم صحواني لا مثال جسم عنده هون جسم كتلته ساوي 12 كيلو جرام 12 إيش 12 كيلو جرام يسير يسير بسرعة كم يسير بسرعة 20 متر بير سكن سرعته أثرت عليه قوة يا عين عليك أثرت عليه قوة مقدارها إيش مقدارها 100 نيوتن مقدارها 100 نيوتن لفترة زمنية لفترة زمانية تساوي كم تساوي 4 seconds احسب سرعة السيارة احسب سرعة الجسم مش السيارة احسب سرعة الجسم الجديد الجديد أنا تحل وأنا شو عندي بالمركز أنا مرات مركز والله معطيهم تحل جوه المركز معطيهم وظائف معطيهم تحنات بصلحها بس انت اللي على البطاقة ضمني رح تمشي معاي بديك تمشي معاي زين لاس غصبط عنك بديك تمشي معاي أو غصبط عنك بديك تمشي معاي ليش لأنه بكتب سؤال زي هين بحلفك كمين بالله ما تتطلع على الحل روح وقف الفيديو وغيب عني ربع ساعة غيب على الفيديو ربع ساعة وحل السؤال وارجع شغل الفيديو وبتقيم نفسك هيك رح تكون الوظائف أما كلها كون الله خد هاي ست أسئل وظائف حل لا ها هكفاض نعطي بالآخر يعني كتبت هذا السؤال أنا راح حل له أنا أنا لم أكتب احسب سرعة الجسم الجيدة بحلفك كمين ما تكمل الحل وروح غيب لك عشر دقائق حل السؤال وارجع هاي أفضل طريقة السؤال ماذا يقول جسم كتلة اثنين كيلوغرام يسير بسرعة كم عشرين فضل يا أخوان يلا هاي جسم كتلته م ساوي كم نسينا الكتل كم كتلته اثنى عشر كيلوغرام اثناش كيلو كرام يسير بسرعة مقدارها كم يسير بسرعة مقدارها عشرين متر لكل ثانية عشرين متر لكل سكن هلا هذا الجسم تعرض لا ايش تعرض لدفع اي تعرض لشو لدفع بعد ما يتعرض لدفع لما تعرض لدفع ايش صار تغير سرعته اكيد رح تتغير سرعته يا زيادة يا نقصان حسب اللي فهمتكم اياه اذا كانت دفع مع السرعة ولا عكس السرعة اذا مع السرعة يزيدها اذا عكسها يقف طبعا تعرض لدفع هون مع السرعة مثلا انا مش مركز هلوان كونه كميات متجهة يعني يفرضوا بهذا الاتجاه وتعرض لدفع بهذا الاتجاه الان كتلته لا تزال كما هي ام تساوي اثناش كيلو اجرام طب كم بتصير سرعته كم سرعته بتصير الله هاته تشوف هاي مين اللي غير السرعة الدفع وفي علاقة بينهم الدفع اعادها من الاتباخ الهلا بالحل الدفع يساوي التغير في الزخم هاي اول شغلة بعدين الدفع اف تين ها اي هيك الدفع ايش اف تين يساوي بي تو ناقص بي ون اي هيك الدفع تعرض لقوه كم مقدارها تعرض لقوه مقدارها ميت نيوتن هاي مية لزمن كم مقداره اربع ثوالي اي اربع ثوالي يساوي بي تو اللي هو ام ولا خانا اكتبها بالرموز شو رايكم خانا اكتبها بالرموز احسن مشكلة ما ظلش عندي وسعى المشكلة ما ظل عندي وسعى يا الله مش مشكلة ها ندبر حانا تحت ها افتي يساوي ام فيتو لو الدفع بعد زخم بعد الدفع ناقص ام في ون خلاص عاوضوا عاد هلا هاي التعويض مية ضرب ايش اخوان ضرب الزمن اربعة يساوي الكتلة اتناش ضرب السرعة الثانية مجهولة ناقص الكتلة اتناش ضرب السرعة كم تساوي عشرين اللي عاد عشرين في اتناش ميتين واربعين بصير خمسمية وستين تطلع السرعة تساوي كم فيتو هاي ازبط بس هاي بالله ازبط هاي ضرب ايش ضرب عشرين هاي ضرب عشرين اه عشرين في اتناش ميتين واربعين جيبوه هون سالب بصير موجب بصير خمسمية واربعين اتناش خلاص خمسمية ساوي خمسمية واربعين على اطناش اللي بتطلع كم تطلع متر لكل ايش لكل تاني او بتطلع ثلاثة وخمسين تطلع كم تطلع ثلاثة وخمسين اي بتطلع تساوي خمسين تقريبا ثلاثة وخمسين متر لكل ايش تكريب اي بالتقريب اي تقريبا هاي الاشارة تقريبا بطلت بديش تقريبا يعني ام هيك تقريبا ها بديش يا لاحظوا هون لانه السرعة زادت كانت سرعة كم كانت سنة عشرين صارت ثلاثة وخمسين معناته كانت دفع مع الحركة لو كانت دفع عكس الحركة لو كانت دفع عكس الحركة كان يتغير الأمور وبصير عندنا هون إشي ثاني في الإشارات ومناش نحن نأخذ الإشارات بالتفصيل الكاملة مفهوم يا أخوان طيب هلأ عنده هون إشي مهم جدا اللي هو إشي إشي اسمه حفظ الزخم أثناء التصادم إشي اسمه حفظ الزخم أثناء التصادم حفظ الزخم أثناء التصادم حفظ الزخم أثناء التصادم ما المقصود بحفظ الزخم أثناء التصادم عنده هون جسم كرة كتلتها M1 ماشي بسرعة V1 ماشي هيك ولا هيك ولا هيك مش غلي طبعا احنا اتفقنا على ان الدفع والزخم كميات متجهة يعني يؤخذ الاتجاه بعد الاعتبار يعني لو كرتين ماشيات هيك اذا اعتبرت هاي موجب بعتبر هاي سالب اذا اعتبرت هاي سالب بعتبر هاي ايش موجب اذا الدفع كان مع الحركة موجب اذا كان الدفع عكس الحركة سالب وفيه كمان كرة هون كتلتها M2 V2 هذا حال الكرتين قبل التصادم هذا حال الكرتين قبل ايش قبل التصادم لحظة التصادم بالزبط الكرتين تتلامس الكرات مالها تتلامس هاي تؤثر على هاي بفعل وهاي تؤثر على هاي برد ايش رد فعل رد فعل لما الكرتين يضربوا ببعض واحد يتأثر على الثاني بفعل والثاني بتأثر عليه ايش رد فعل كيف بروحوا بعدها الله علم بجوز يظلوا جسمين مع سوا بجوز ينفصلوا بجوز بجوز الاخري المهم هذا الكلام متى هذا اثناء التصادم اثناء ايش اثناء التصادم بعد التصادم اللي صار هاي الكرة ام ون صارت سرعتها في ون شحطة وهاي الكرة الثانية ام تو صارت سرعتها في ون شحطة هذا الكلام متى هذا الكلام بعد التصادم ما هو يعني سيارتين استضموا بضل سرعتهم زي ما هي اثنين بني ادمين طايرين استضموا بضل سرعتهم زي ما هي لا التصادم يغير من السرعة منطق بحكي معاكم خبر عندي قانون يقول مجموع الزخم قبل التصادم يساوي مجموع الزخم متى بعد التصادم اخذين الاتجاه بعي الاعتبار طبعا مجموع الزخم قبل التصادم ام ون في ون زائد ام تو في تو يساوي بعد التصادم ام ون في ون شحطة زائد ام تو في تو شحطة سهل مش صعب يعني دائما الزخم ماله محفوظ زي ما فيه قانون لحفظ المادة وقانون لحفظ الطاقة وقانون لحفظ الشحنة وقانون فيه قانون لحفظ ايش قانون لحفظ الزخم يعني مجموعة أجسام استضبطت مع سوا جاي واحد من هون واحد من هون واحد من هون ضربوا مع سوا الزخم قبل التصادم يجب أن يساوي الزخم بعد التصادم ديروا بالكم آخذين الاتجاه بعين الاعتبار إذا كرتين ورب واحد ما شئت خلص هي موجب وهي موجب إذا متقابلتين نعتبر واحد يموجب والأخرى ما لا سالب يدير بالكم نأخذ مثال المثال التالي آي عنده هون إيش مثال عندي جسمان جسمان كتلة الأول اثنين كيلو جرام كتلة الأول إيش اثنين كيلو جرام وسرعته عشرة متر لكل سكت يلحق طلع العبارة هاي يلحق بجسم آخر يلحق بجسم إيش آخر كتلته ساوي أربعة كيلو جرام أربعة كيلو جرام وسرعته أربعة متر لكل ثانية توقف الأول بعد التصادم توقف الجسم الأول بعد إيش؟ بعد التصادم بده سرعة الجسم الثاني احسب سرعة مين؟ الجسم الثاني تعالي نشوف باللون الأزرق جسم كتلته اثنين كيلو جرام ايه ام وان ايكوال تو كيلو جرام سرعته في وان لا ولا الطيار المساعدة الطيار بكل الثاني ظني في تو ولا في وان الله ما بعرف من الشهر اللي عنده حدا طيار يسأله سرعته كم تساوي عشرة متر بير سكن ماشي هك هذا يلحق بجسم آخر يلحق انا انت بتلحق فيه يعني احنا ثلاثة بنفس الجاه لو قلت لك يقابل جسم آخر غير يلحق بجسم آخر معناته الجسم الآخر ماشي بنفس الجاه كتلته امته ساوي اربعة كيلو جرام وماشي بسرعة مقدارها كم اربعة متر لكل ثالث هذا الكلام متى هذا الكلام قبل التصادم هذا الكلام قبل التصادم اللي صار بعد التصادم توقف الأول هاي الأخ الأول اللي كتل تؤمن واحد صارت سرعته صارت سرعته توقف في وان شحطة صارت سفر ماذا عن الجسم الثاني ماذا عن سرعة الجسم الثاني اتوقف ولو كلك ظل ماشي بسرعة عادي ولا شي اثنين ما سوى بعتبر هاي سرعتها موجب وهي موجبة يعني بكتب هون اتطلع شو بكتب بكتب ام وان في وان بلس ام تو في تو ايقوال ام وان في وان داش بلس ام تو في في تو داش حالي لو كانوا بدعوض هون ام وان كم تساوي ام وان ام وان تساوي يا أستاذ نعيم اثنين ضرب في وان عشرة زائد اربعة ضرب اربعة لاحظوا اربعة ضرب لو كان الكرتين متعاكستين بعتبر هاي موجبة هاي بتكون اشارة سالبة هذا الكلام لما نيجي للمادة نشرح ونتعمق فيها اشارة نحكيه بالتفصيل فدير بالكم لما اقول لك انا الزخم له كمية متجهة انه كمية متجهة يعني يؤخذ الاتجاه بعينها الاعتبار انا اضبط بس هذول مش عجباتني طلعوا ام وان السرعة زائد اربعة ضرب اربعة يساوي اثنين ضرب صفر توقف الجسم الاول زائد اربعة في تو شحطة ويساوي كم خلص هاي عشرين زائد ستاش يساوي اربعة في تو شحطة ثلاثين ستة ثلاثين ساوي اربعة في تو شحطة اذن في تو شحطة ساوي ستة ثلاثين على اربعة ويساوي تسعة متر لكل ثاني ايه لو كانوا الجسمين متقابلين واحد هيك واحد هيك هاي نعتبر في وان موجب ومنعتبر في تو ايش سالب ماشي طب انا ابدأ اعطيكم مثال اعطيكم ايش كمان سؤال من عند طلعوا عنده هون جسم كتلته ساوي ستة كيلو جرام ماشي بسرعة عمالك تهورش تهورش يا استاذ مايو ام ون ماشي بسرعة مقدارها عشرين ميتر بير سكند ماشي هيك وفي كمان جسم ماشي بهذا الاتجاه كتلته ساوي اربعة كيلو جرام وماشي بسرعة مقدارها كم مقدارها خمس متر لكل ثاني هذا الكلام متى هذا الكلام قبل التصادم بعد التصادم صاروا جسم واحد كتلة ام ون زائد ام تو ماذا عن سرعته ايه تساوي سرعته تقدر تطلعوها صاروا جسم واحد بسيطة برضو باكتبلو برضو باكتبلو الزخم قبل يساوي الزخم بعد ام ون في ون بلس ام تو في تو يساوي صاروا جسم واحد ام ون بلس ام تو في ايش في سرعة الجسم الجديد اللي هي ايش في شهر قال له هاي الكتلة ستة ضرب السرعة عشرين الكتلة هاي اربعة ضرب السرعة خمسة يساوي مجموع الكتل ستة زائد اربعة في في شهر هاي مية وعشرين وعشرين مية واربين مزبوط يا سلم مزبوط مية واربين مية واربين يساوي عشرة في اذا في يساوي اربعة عشر متر بير ساكن وطبعا في مئات الاسئلة على ايش على التصادمات بس بدي هيك نقطة صغيرة انا وهلكم ان التصادمات بشكل عام يا اخوان لاحظوا في عندي كل جسم الوزخم الوطاقة عركية كل جسم الوزخم الوطاقة عركية بس للعلم التصادم بين الاسام يقسم الى ثلاث اقسام عديم مرونة عديم مرونة ومرن مرن وتام المرونة اغضب نوخذه بالمادة ان شاء الله من جي المادة عديم المرونة جسميا بعد التصادم بكونه جسم واحد جسميا بكونه جسم واحد اسمه عديم مرونة المرن جسميا بيظلوا جسميا بس مجموعة الطاقة الحركية قبل التصادم لا يساوي مجموحة بعد التصادم في ضياع بالطاقة هون جسميا بيظلوا جسميا بس فيش ضياع بالطاقة ما في ضياع ما هو هاي جسمين جيات هيك ما شيات هذا مع زخم وهذا مع زخم هذا مع طاقة حركية هذا مع طاقة حركية إذا اصطدموا وكونوا جسم واحد اسمه عديم مرونة إذا اصطدموا وظلوا جسمين بعد التصادم وخسروا إشي من طاقتهم الحركية اسمه مرن أما إذا اصطدموا وظلوا جسمين بعد التصادم وما خسروا طاقة حركية اسمه عديم مرونة هذا تصادم كرتين من العجين تصادم الثلاثين أي كراتين عادي كراتين قدم دنيا كذا هذول زي تصادم كرات البلياردو دائما التصادم بين كرات البلياردو يسمى تصادما تام يسمى تصادما تام المرونة هاي فكرة اليوم دخلنا بمادة حصة اليوم كلها من مادة التوجيه الجديدة يعني ها الريحة ولا العدم إن شاء الله الحصة القادمة راح تكون السابعة والثامنة والتاسعة برضو راح أعطيكم أفكار عن المادة الجديدة بنفس الطريقة إذا حسيت إنك أنت مستفيد من هذا الكلام ما تخليه حكرة عندك حصص مجنية هاي حصص مجنية أعطيها أو دل عليها يعني ناس بتعرفوا أنت بظل الطلاب يعني ساعدوا بعضكم بعض وانشروا هاي الفيديوهات مش فيديو أنا تبعي بس لا يعني أي حصة تأسيس تحضرها لأي معلم فيزياء وبتشوفها كويسة ومنيحة بلغ صحابك أنا بشرت الأستاذ نعيم لا حضرت لسيم بالناس حصة تأسيس كويسة ممتازة بلغ عنها يعني انشروها حصت كيميا تأسيس لأربع خمس معلمين حسيت الوضع مستفيد انشروهم يعني ما تخلوهم عندكم حظكم أنت اليوم جميل حصة تأسيس ونت ودنيا وكذا وانت قاعد بالفرشة تفتح تفرج على الدرس زي ما بدك غير عن طالب كان يموت وهو رايا عن مدرسة وموت وهو رايا على هاي على المراكز وهو الأخري طبعا يا أخوان أنا والله يبدأ أنصحكم نصيحة لوجه الله تعالى طلاب التوجيه طلاب التوجيه بيظلوا تمام 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 ملتزمين بالمدرسة احكا كانت طلاب بشكل عام بيظل تمام تمام ملتزم بالمدرسة يمسل توجيه خلص بحلق للمدرسة ليش؟ معي بطاقات ليش؟ عندي خصوصي ليش؟ عندي مركز يا أخوان عندك بطاقة على عين وعلى راسي عندك مركز على عين وعلى راسي بس يا زلمة هللي بدرسك بالمدرسة المعلم أو المعلمة اللي بدرسك بالمدرسة برضو كمان تابعوا غلط ما تتابعوش غلط مش معقول معلمك بالمدرسة أنا المعلومات اللي عندي هاي عندي معلمك بالمدرسة وعندي معلمتك بالمدرسة اللهم أنا بأسلوب بيختلف عن أسلوب هذا عن أسلوب كل أحد أسليب صح أنت أخذ بمركز أو تأخذ بطاقة أو تأخذ خصوصي بالبيت بس يا أخوان المدرسة ما تهملوها ما تهملوا المدرسة أبدا نهائيا خطيتكم رقمتي. يا سيدي بغض النظر إذا الأساد فايت المركز تبعك أو فايت البطاقة احضر مع الأساد بترد تعيدها على البطاقة. إذا البطاقة فايت الأساد احضر على البطاقة وتابع مع الأساد. إذا المركز نفس القصة فيه طلاب ما عندهوش لا بطاقة ولا عنده مركز ولا عنده خصوص وببدع ويجيب من أول مملكة عرفتنا علي؟ فهدر طلاب البهم المدارس أقول لك ما عندي بطاقة أنا يا سلام هي بطاقة هاي يعني زي بدي تطلعك على الطيارة هاي البطاقة بدي خليك تجيب من أول مملكة؟ لا بدك دراسة بدك متابعة ولا المركز ولا البرايفت فيا أخوان مدرستك لازم تتمسك فيها وتمسك معلم مدرستك وتحضر له. غض النظر إن عندك مصدر ثاني مش عيب يكون عندك مصدر ثاني أوكي بس ما يخرب عليه في المدرسة لا المدرسة هي الأساس المدرسة هي المصدر رقم واحد وكل ما ذكرته هو المصدر بيروبالكم هاي خطيف رقبتكم تابعوا مع المدارس ما تهموا المدارس زي طلاب التوجيه اللي بيسووا الآن يقول لك ايه باخذ بمركز ما عندي بطاقة واحدو الله يعني والله أعطيكم الفافي ولقائنا القادم حص الجاي مع درس جديد إن شاء الله تعالى السلام عليكم موسيقى اشتركوا في القناة